هل حياتك بتعكس السلوك الروحي اليومي هل تسلك يوميا كما يقول كتاب أسلكوا كأولاد النور أسلكوا في المحبة أسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها أسلكوا بالروح حتى لا تكملوا شهوة الجسد أن لا تسلك كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنهم حب هذا السلوك الروحي أن نسلك كما سلك ذاك يسوع المسيح فهذا مهم جدا فعندما نمر في كل هذه الحالات عفوا بيبتدى الإنسان يفتر فشيء طبيعي لما أنت ما بتقرأ الكتاب المقدس الكتاب المقدس هو الغذاء الروحي مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله فإذا كما أن الإنسان بيحتاج إلى الغذاء هكذا المؤمن الروحي يحتاج أن ينمو على الغذاء الروحي على كلمة الله لأنه إذا ما بتقرأ كلمة الله حياتك تصبح جافة قاحلة جرداء لا ثمر فيها لا تأثير ولا فعلية روحيا طبعا أنت بتذبل ولما النبت بتذبل إلى الموت فنحتاج إلى الغذاء الروحي ترجمة نانسي قنقر